كوكب الارض بيدور حول نفسه كل 24 ساعة. بيكون الكوكب الارض بيقزم للنصين. النص المواجه للشمس اللي بيكون ده المهار عندهم ولو فيه جزء تاني بعيد عن الشمس اللي هو بيكون عندهم ليه? فكده نقدر نقول اللي العالم كله بينقسم الى النصين. النص بيبقى نايم ونص الوصح. طب ايه اللي هيصل لو العالم كله نام في نفس الوقت? انا اقول لك اللي هيصل. في حاجة اسمها الساعة البيولوجيا في جسم الانسان. ده بيتحكم فيه هرمون البي اي ار وان. هرمون البي اي ار وان ده بيتبنى في وقت بيكون في اشاعة شمس. فلما يكون في اشاعة شمس يحس الجسم بكامل نشاطه بكامل حيويته. والبي اي ار وان ده بيتهدم بالليل. عشان ما بيكونش في اشاعة شمس. فبيحس الانسان بالخمول. المشكلة بقى لو خلينا العالم كله ينام في وقت واحد كده هيكون فيه ناس كل ينومهم بالنهار. وده هيخلي البي اي ار وان ما يتكونش. وده هيخلي حياته كلها عبارة عن خمول. وبيحصل له خمول عشان الجسم مش واخد اشارات اللي هو جه الصبح. وده بس مش هيأثر على هرمون ده كمان هيأثر على الهرمون اللي هو المسؤول عن النعاس. وهرمون اللي هو بيأثر على حالة المزاج. بس بقى نيجي نشوف كده ايه اللي هيحصل على الكوكب. حتقل انبعاثات الغازات السمة اللي بتحصل. ومن ناحية الكهرباء بلغ استهلاك العالم الفين وطمنتاشر اتنين وثلاثين مليار كيلوات في الساعة. انت مدخل الرقم وحجم الطاقة المهول. وكمان هيبقى فيه اثر على الزراعة. علشان الزراعة محتاجة اهتمام من العنصر البشر الصبح. وكده هيكون العنصر البشر الصبح ناين. وكمان اي انسان ما بيتعرضش للشمس هيحصل له نقص في فيتامينات. واحصل له خلال في الهرمونات. وبس كده. ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك. ولو احنا على تكتوك تعالى وتابعة. لو احنا جاء احسن. ومتنساش قبل ما تطلع في الفيديو تصالح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام.